قتل أربعة عشر شخصاً على الأقل بينهم ثمانية مدنيين في شمال بوركينفاسو في هجومين منفصلين شأنهما مسلحون بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية الثلاثاء وقال بصدر أمني لوكالة فرانس بريس إن مسلحين هاجموا قرية سافي في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين واستهدفوا متطوعية الدفاع عن الوطن وخسروا ثمانية من عناصرهم